اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأن أملكة تكون عندك تسريح في الضمان الجماعي وقد تدخل في الحماية الجماعية وكيقول لي مصرح بك ما بكيبقاش مسمح لك باش تستفد من الكريدي فوقاريم هناك إشكاليات أخرى كان عارفوا حنا في المغرب اليوم راح 85% ديال القطاع قطاع غير مهيكل والناس اليوم اللي غنستهدفوا هم واشو الأشنين الفئة لغنستهدفوا واش الفئة الطبقة المتوسطة واش طبقة لهاشة واش طبقة اللي معامرة استفدت من السكان لأنكينا هاد الحالة اليوم راكيين الناس اليوم اللي استفدت من من السكان دوزت في خمس سنين باعتوا وعودتين بغاية تستفد واش دولة ووزارة المالية والمدينة اللي عملت ضرائب واش فطنات لهذا المسألة هدي رخصنا نديرو بأما واحد الشخصي اللي استفد من السكان اقتصادي من روح دف حياته ميعاوش يستفد وخاكت استوفا ديك خمس سنوات ميمكنش لي استفد استوفا خمس سنوات باعلوا العقاري ويجي عودتين يستفد من عند دولة كنظل على ان هاد بعض النقاط لي كتكنتمنى باش يكون حوار مباشر وتفتح حوار وتتحول لقاءات من اجل دراسة لماذا انا دائما كتكنقولها نعم للسرعة لا للتصرع نقدرون تعطلوا عام نقدرون تعطلوا عامين ولكن ديروا الدراسات ديال السوق عشنا هو خاص نفس السوق واش السكان باقي احنا في حاجة للسكان الاقتصادي لان الاحصائية دي الوزارة التسكنة اليوم كتقول لك باقي عدنا الخاصة دي 171 ألف وعادة سكانية من هنا تأثين وثلاثين احنا اليوم غادي نوقفوا واش باقي احنا غاستمروا في السكان الاقتصادي واش غا مشوف السكان المتوسط وحاجة اخرى اللي كينا هي السكان الاقتصادي في المغرب نطلق في 1999 طاطل انطلاق قديره من طرف جلالة المارك المغفور له الحسن الثاني اليوم احنا في الفين وثلاثين وعشرين دوكتاتي وعشرين سانة واش كين واحد تقييم هاد السكان الاقتصادي واش وفاب الحاجيات ديالو راه كنا كنقوله في الفين واثناش ما غا تبقاش عدنا بالراكة واحدة في المغرب مع كامل اسف راه اليوم رقصا ربط المسؤولين بالمحاسبة راه اليوم الى اكتنا لا وزارة الداخلية لا جميع المسؤولين كيدروا احصاء الواحد لدوار معيان اولا بيدون فيل معيان اولا دول صافح معيان بديل ربعمية شوق ربعمية مستفيد ولا خمس مية كيبشي ويقلبونهم على الوعي على العقاري كييجي هزون يوم كييجيوا باشيحولهم كي القاوم ثمانمية شكون المسؤول هذا سؤال من المسؤول علاش سياسة ديال من المغرب غايب قابيدون بالراكة اللي كان قلاتو فق حجرة في عهد في عهدو في وزارة السكنة الفين واثناش مغا تبقى عددتشي بالراكة في المغرب اليوم حنا في الفين واثنين وعشرين كان لالان النار تفاع زاد كتر ما هو اما اسميتهم الدولة كانت كتحسب ديك ديك على حساب الرسم اللي كتجيك خمسة وتتين الف درام مربعين الف درام واسميتهم والتي كانت بحالة كتخلص الدولة تيفية وكتسترجعها للمواطن كي يستافد ما احنا بالنسبة للمقاوين ما عندوش نعيكاسات ولكن هاد الناس اللي غاي اخدوها الدعم واش عطيناه واحد الوقت محدد واش عطيناش كونها الطابقة اللي غا نستهدفو واش 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 اما هاد المسألة هدي هي ايجابية بالنسبة للمنعيش العقاري لاننا كانت نظن نغضي في الشفافية اكتر ولكن حذاري 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 من انهم بقون صدروه برامج بدون مدل تقييم البرامج السابقة ونشوفه اشنا هو المنتظر نعطيه تواريخ محدده نعطيه واش نحن في الفين واثنين وعشرين لحكوم الراعان دارب عسين الفين وخمسة عشين الفين وعشرين يعطونا واحد برنامج محدد بغينا نوصله واحد العداد بغينا نوصله واحد نتيجة في واحد ضرف سنتين ضرف ثلاث سنوات وانا ما وصلناش لهذه النتيجة كانت مني طلبات مسؤولية بمحاسبة واللي كان السبب في خلاج البرنامج وما فاش بالوعود ديالو يتحاسب لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس